وصلنا مع حضراتكو طبعا دلوقتي لآخر فقراتنا في صباح الخير يا مصر وحقيقة موضوع مهم جدا وهي منظومة النقل في مصر اللي بيتم تحديثها بشكل كبير جدا وبيتم إنشاء طرق جديدة بالتوازي مع دوسعة الطرق القديمة ده غير إنشاء مشروعات النقل الجديدة اللي بيتم إضافتها لأول مرة على سبيل مثال القطار الكهربائي السريع المونوريل قطار الكهربائي الخفيف الأوتوبيس التردودي السريع خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونعرف إزاي المشروعات دي هتكون قيمة مضافة وهتسهل حركة المواطنين من ضفنا في الستوديو دكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي صباح الخير يا دكتور نورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير وصباح الخير على جماعة السادة مشاهدين صباح الخير يا دكتور أهلا بك فاند تطوير طرق قديمة إنشاء طرق جديدة ومحاور جديدة مع تحديث كمان وسائل النقل والمواصلات يمكن إحنا أدينا عدة أمثلة عايزة أعرف من حضرتك يا فاند إزاي ده هيكون قيمة مضافة لمكونات النقل وأيضا لتحسين مستوى الطرق وجودة الطرق في مصر تمام بداة قطاع النقل بشكل عام في السنوات الأخيرة شهد نمو لم يسبق له مثيل وخلينا نقول إنه أكتر قطاع في الدولة شهد نمو غير عادي من وجهة نظره لما أقول قطاع النقل أذكر حاجات متعددة جميع وسائل النقل بداية من الطرق وننتقل إلى متر الأنفاء ثم السك الحديد ثم القطار الكهربائي السريع قطار كهربائي خفيف وطبيس ترددي بنتكلم على وسائل النقل متعددة السماء المميزة في معظم وسائل النقل الجماعية ذكرتها إنها وسائل حاضرية صديقة للبيئة أقل عادم أقل تلوث للبيئة أكتر كفاءة وسرعة وأكتر راحة للمواطن اللي بيستخدمها الاعتمادها للكهرباء والغاز كواقود الاعتماد على الكهرباء كواقود هو دوات السماء المميزة لمشاريع النقل الجماعي الغاز لا الاعتماد على الديزل بالنسبة للقطارات الساك الحديدية اللي موجودة حاليا بيتم تطوير السك الحديد الحالية اللي شغالها بالديزل بالفعل ولكن الوسائل الحديثة الصديقة للبيئة بتعتمد على الكهرباء خلينا ممكن يعني لو استعرضنا لأول شبكة الطرق اللي تم تطويرها وتأوى نمت بشكل ما شاء الله عظيم جدا جدا كان السماء المميزة إنها شملت جميع محافظات مصر ليست القاهرة الكبرى فقط ولكن امتدت إلى جميع محافظات الصعيد لغاية أسوان امتدت في الاتجاه الغربي إلى محافظة الوادي الجديد امتدت في الاتجاه الشرقي إلى سينة ومدن القنال يعني جميع محافظات مصر أخذت نصيب جيد من هذه الطرق وكان الحقيقة المحافظات الصعيد اللي قعدت مهملة سنوات طويلة أخذت نصيب الأسد من هذه المشروعات جميع طرق الصعيد تم استدواجها محاور على النيل خصوصا في الصعيد بداية من بانسويف والمينيا وأسيوت وصهاج وإنة وأسوان محاور على النيل لم يصبق لها مثيل كان المحاور اللي على النيل المسافات بينها تتعدى المئة كيلو متر المستهدف دلوقتي أن المسافات البيانية بين الكباري اللي على النيل لا تتعدى 25 كيلو متر تم افتتاح الشهر الماضي تلات محاور على النيل زي محور كلابشة في أسوان زي محور قوس في إنة ثلاث محاور على النيل وسترعي صعب فتاح السيسي أعطى إشارة البدء في ثلاث محاور على النيل أخرى بمدة تنفيذ قياسية سنة واحدة للمحور المدة دي فعلا قياسية المحاور السابقة تم تنفيذها في سنتين وزمان من 20 سنة كان المحور ده بنقعد فيه 4-5 سنين وكانت محاور أقل طول وأقل أهمية من هذه المحاور كنا بنقعد فيه 4-5 سنوات ممكن دكتور وإحنا كسائقين أو مستخدمين للسيارات فعلا حسينا بطفرة وحسينا زي الطرق دي سهلت الحركة وبقى فيه نوع من أنواع الانسيابية وسرعة الربط ما بين المدن والمحافظات الأخرى لكن إمبارح تحديدا كان فيه اجتماع أو أول إمبارح حفظا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي بخصوص منظومة النقل الذكي وكان للوقوف على آخر ما تم فيه ووجه سيادته بسرعة الانتهاء منها يعني منظومة نقل ذكي إي تي إس خلينا أقول لحضرتك الاجتماع اللي حصل أول أمس اللي سيادتك أشرت إليه الحقيقة كان الهدف منه هو دفع العمل في جميع مشروعات النقل الجماعي وتفعيل منظومة الآي تي إس التلاتة اللي اتنين مع بعض لو خصصت وقت بسيط للحديث عن منظومة النقل الذكي علشان سيد المشاهدين يفهموها بأسلوب بسيط منظومة النقل الذكي الهدف منها هو الآتي أولا تحقيق أكبر قدر من السلامة على الطرق وتقليل الحوادث بنسبة كبيرة واحد اتنين مرأبة الطرق بشكل جيد ورز المخالفات وتحريرها بشكل إلكتروني وتوصل للسائق السيارة بشكل مباشر ثلاثة تحصيل رسوم من محطات الرسوم بشكل إلكتروني بدون تدخل العامل البشري أربعة بندي إشارات تحذيرية للسائق إن أمامك مثلا حدثة أمامك مثلا الظروف الجوية تستدعي تقلل السرعة أمامك مثلا منطقة مزدحمة أمامك مثلا أي عائق أي مشكلة قد تعوق الطريق وهدف أخرى متعددة يعني علمية شوية مش عاوز أدخل السير المشاهدين فيها ولكن علشان المشاهد يفهمها ببساطة إن فيه كاميرات ذكية بيتم تركبها في الوقت الحالي على سبع طرق مصرية هذه الكاميرات متصلة بكابلات بغرف تحكم مركزية بترصد الحركة وبتد للسائق هذه التعليمات أو إذا كان فيه مخالفات أو زي ما ذكرت قبل كده الأهداف اللي احنا عايزينها من هذه المنظومة والكاميرات دي بالفعل بتركب دلوقتي وفيه سبع طرق مصرية كمرحلة أولى من طبيق هذه المنظومة بطول 1187 كيلو يتبعها مرحلة تانية أكبر منها بطول حوالي 5000 كيلو بهدف في النهاية تحسين كفاءة النخل في مصر وبهدف تعظيم الاستفادة من كل كيلو متر عمل في شبكة الطرق لأنه فعلا كلف الدولة مبالغ طائلة ده باختصار شديد منظومة النخل الزاكي بأسلوب بسيط يفهمه السادة المشاهدين لو رجعنا تاني لمنظومة النخل الجماعي إلسياد الرئيس وجه بالدفع لسرعة تنفيذ هذه المنظومة بالكامل المنظومة الحقيقة هي منظومة بتتميز بالتكامل بين وسائل النخل الجماعي ليست عشوائية ليست كل وسيلة منها في وادي منفصل تماما عن باخي الوسائل لو اتكلمنا على المرحلة اللي احنا فيها دي القطار الكهرباء الخفيف المسمى الارتي ده اللي هيبدأ من محاطة عدل منصور إلى العبور والشروق والمستقبل وبدر ثم مدينة العشر من رمضان جنوبا والعاصمة الإدارية شمالا القطار ده بالفعل المرحلة الأولى والتانية فيه تم تنفيذها وتم تشغيل تجريبي ده معناه أنه في خلال شهور بسيطة إن شاء الله سيتم تشغيله بشكل تجاري أو هيدخل الخدمة ده خط اللي هو الرتي اللي معروف بكلمة الرتي عدل منصور دي يا فندم في مدينة السلام في المحطة الرئيسية التجمعية اللي هتكلم عنها دلوقتي لأنها محطة تجمعية بتجمع وسيلة النقل اللي قلنا عليها دي زائد حيكون إن شاء الله منها كمان الأوتوبيس الترددي اللي بنسميه بي أرتي وده سؤالي بقى لحضرتك يا فندم يعني بعض المواطنين مش فاهمين فكرة الأوتوبيس الترددي مع إنه موجود في عدة دول أخرى وكانت التجربة لقاة ناجح كبير لكن ده هيبقى بالنسبة لنا نحن تغيير سلوك وتغيير ثقافة وشيء جديد بالنسبة لنا ده غير إن إحنا يعني معظمنا عنده مشكلة مع الدائري يعني عندنا الدائري بالنسبة لنا عندنا مشكلة فعلا معاه على مدار السنين كتير فعايز أعرف من حضرتك لأي مدى الأوتوبيس الترددي هيحل المشكلة دي مشكلة الزحام على الدائري والتكدس على الدائري وعايز أعرف من حضرتك بالفعل هيوفر قدية يعني كلمنا أكتر عن الأوتوبيس الترددي ونفهم السيدة مشاهدين تمام يا فندم الأوتوبيس الترددي المسمى بكلمة بي أرتي اللي هو المخطة التجمعية بتاعته عد منصور مدينة السلام إن شاء الله الأوتوبيس ده هيمشي هيبدأ تنفيذه فورا يعني المخطات بالفعل حالياً يعتبر التصميمات بتاعتها جهزة والتنفيذ هيبدأ فوراً إن شاء الله خلال العام الحالي إحنا أعتقد فيه في بعض المناطق الدائري فيه الحارات خلينا أوضح لسيادة كل التفاصيل الأوتوبيس ده إن شاء الله هيمشي في نص الطريق بالزبط حارتين حارة ذهاب وحارة عودة طول الطريق الدائري 106 كيلو وهو ده طول المصارب بتاع الأوتوبيس تمام؟ طيب حيكون عليه محطات المحطات دي في جميع المناطق الرئيسية بعدد حوالي 57 محطة طيب المواطن اللي هينزل أو هيركب الأوتوبيس وهو في نص الطريق إزاي هيعبر بقى الطريق علشان يروح على الجنب وينزل يروح المكان بتاعه من خلال كاميرا ألوية أو أنفاء صفلية أسفل الدائري سواء كده أو كده المواطن مش هيعد الطريق الدائري أبداً على رجليه تجنباً للحوادث طيب إحنا عملنا الأوتوبيس ده ليه؟ أولاً الطريق الدائري دي ساتك تفضلت وأشارتي على لمشاكل متعددة فيه ودايماً زحمة وفيه بحوادث إحنا حطينا إذن على المشكلة المشكلة بتاعت الزحام معناها أن الطريق ده محتاج يتوسع فبالفعل تم توسع الأسبح حرارات في كل اتجاه في بعض الأماكن تم الحرارات لنرجة أن كبري زي كبري المنيب أنشأنا كبري جنبه بنفس العرض بتاعه دي نقط النقطة التانية الوسائل النقل العشوائية المتمثلة في السيرفيز الميكروباس والتكاتك الموجودة على الدائري هذه الوسائل العشوائية بتسبب الازدحام وبتسبب الحوادث بسبب أنها تقف بشكل مفاجئ في أماكن غير مخصصة هذه الوسائل بالكامل هتنزل تحت الدائري الدائري مش هيكون فيها أي وسيلة نقل عشوائية هيكون وسيلة نقل الجماعة الأساسية هي الأوتوبيس الترددي بيشيل 170 ركب يا فندم في الرحلة الوحد والعدد كبير يعني ممكن اليوم بالكامل يعني حنصل في يوم من الأيام لمليون ركب في اليوم وده رقم كبير جدا جدا هيشجع بعض المواطنين اللي بيستخدموا السيارة الخاصة أنه يسيب سيارته الخاصة في موقف ويستخدم هذه الوسيلة حاجة بتكلم عن حرة مرورية أو حرة على طريق هي مخصصة للأوتوبيس فقط ممنوع سير السيارات العادية فيها بالضبط ده اللي هيحصل هتكون معزولة تماما عن السيارات العادية فبكده أعتقد هيكون مشكلة الدائري اتحلت وانتهت نيجي الباقي وسائل النقل اتكلمنا على البي ار تي اتكلمنا على القطار الكهرباء الخفيف في نفس محطة عدل منصور هناك متر الأنفاق الخط الثالث اتعمل وانتهى فعلا في نفس المحطة التجمعية صحيح الوسيلة الرابعة كمان اللي في نفس المحطة إن شاء الله هتكون اللي هي السوبر جيت أصبح له موقف في ناك وأصبح فيه يعني المحطة دي محطة فعلا موقف تجمعي لكل وسائل النقل الجماعية والحياة دكتر إحنا لو يعني لو عادنا نتكلم عن كل وسائل النقل عايزين أيام طويلة محتاجين فعلا محتاجين يعني نخصص أكتر من حلقة كمان طبعا حتى جزء من حلقة أكتر من حلقة عشان نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل بأن كل وسيلة نقل جديدة وذكية زي ما حضرتك كلمت محتاجة ليها تفاصيلها وليها مصارها ومحتاجين نعرف أكتر طبعا أنا لكل أسف محتاجة توعية ومحتاجة تغيير سلوك يعني كل اللي حاجة ذكرته ده دكتور محمد الصادق يعني هو محتاجة تغيير سلوك علشان خطر نقدر نحن نتعامل مع هذه الوسائل الحديثة زي ما بنشوف برة ممنوح حد أنه يعدي طريق لازم الالتزام بكبري المشاهد الأستاذ الدكتور محمد الصادق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطريق الدولي بنشكر حقيقي فاندي شكرا شكرا